اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الوقفة الاولى على الصفاء والثانية على المروة والثالثة في عرفة والرابعة في مزدلفة بعد صالح الفجر والخامسة بعد الجمرة الاولى في ايام التشريق والثالثة بعد الجمرة الوسطى في ايام التشريق هذا القسم لا شك في ان الان يرفع يديكي والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الراف ما ورد فيه عدم الراف مثل الدعاء في الصلاة فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة ويدعو يقول اللهم باعد بيني وبين خطيائي كما باعدت بين المشط والمغرب ويدعو بين السجدين يقول ربا غفر لي ويدعو في التشهد الأخير ولا يرقوا يديه وكذلك في خطبة الجمعة يدعو ولا يرقوا يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء هذا أيضا لا ترقوا الراف ومن رفع يديه بهذه الأحوال وأشباهها قلنا إنه بدأ ونهيناه عن ذلك القسم الثالث ما لم يرقبه الضر ولا عدم الراف فهذا الأصل أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يسحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاول ذلك فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى الله من أسباب إجابة الدعاء فهذه أقسام رفع يديه ولكن في القسم الذي ترفع به لأيدي هل إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به خجة فإذا رأينا شخصا يمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الدعاء بينا له أن السنة ألا ترفع يديك ألا تمسح وجهك بيديك لأن الوارد في ذلك ضعيف اشتركوا في القناة